بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن القرآن الكريم كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الكتب أعظم الكتب الإلهية وهو آخرها ومهيمن عليها وهو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب نزل عليك وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان إلى أن قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فهذا القرآن العظيم هو المعجزة الكبرى لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم تحدى الله به الجن والإنس أن يأتوا بمثله قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا ثم تحداهم أن يأتوا بعشر بعشر سور يقولون يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ثم تحداهم أن يأتوا بسورة بسورة واحدة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا يعني لم تقدروا على الاتيان بسورة من مثله ولن تفعلوا هذا إخبار عن المستقبل إلى يوم القيامة أنه لن يستطيع أحد أن يأتي بسورة مثل هذا القرآن بأخصر سورة مثل قل هو الله أحد نعطيناك الكوذة فلم يستطيعوا هذا كله رغم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم حرصهم على تكذيبه ورغم ما عندهم من البلاغة والفصاحة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتي بسورة مثل إحدى سور القرآن فدل هذا على أنه من عند الله عز وجل وأنه كلام الله لا كلام غيره وإذا كان كذلك فهو دليل على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة الله البالغة على الخلائق إلى أن تقوم الساعة وهو المعجزة الباقية هناك معجزات هناك معجزات كثيرة ولكن المعجزة الباقية هو هذا القرآن الذي بين أيدينا هذا أعظم معجزة من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دال على صدقه وصدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء به هو الحق وأنه من عند الله وأنه يجب على كل من بلغه هذا القرآن أن يؤمن ويسلم فإن لم يؤمن ويسلم فهو معاند قد قامت عليه الحجة ولهذا قال الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنذركم به أيها الحاضرون في وقت نزول القرآن وأنذر من يبلغه هذا القرآن إلى أن تقوم الساعة فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت عليه الحجة فإما أن يؤمن وإما أن لا يؤمن فيكون لا عذر له عند الله سبحانه وتعالى وهذا القرآن ليس المقصود منه أننا نحفظه ونرتله ونحسن به أصواتنا ونترنم به هذا طيب لكن ما هو هذا هو المقصود مقصود أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نتدبره وأن نعمل به حتى ننتفع به ويكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى وأما من وأنه 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 حجة عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك حجة عليك وإذا كان كذلك فلا يكفي أننا نتعلم القرآن ونحفظ القرآن ونجود القرآن ونقرأ القراءات العشر أو السبع ليس هذا هو المقصود المقصود وراء ذلك وأكثر من ذلك أن نتدبره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال سبحانه أفلم يتدبروا القول يعني القرآن أفلم يتدبروا القول يتدبرون القرآن إنكار هذا إنكار عليهم أنهم لم يتدبروه وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا بد من تدبر القرآن بمعنى أننا نتفهم هذا القرآن تفهما صحيحا نتفهمه ونعرف تفسيره على الوجه الصحيح ونعلم ما فيه من الحجج والبينات والأحكام والأحكام الشرعية ثم بعد ذلك لا بد أن نعمل به فلا يكفي أنك تحفظ القرآن وتجود القرآن ولا يكفي أنك تتدبر تعرف التفسير الصحيح لا يكفي هذا هذا كله وسائل والغاية هي العمل بالقرآن العمل بالقرآن على بصيره العمل بالقرآن كما أنزله الله عز وجل على المعنى الذي أراده الله عز وجل تعمل به مخلصا لله عز وجل وهذا القرآن اعتنى به العلماء عناية تامة فأخرجوا التفاسير العظيمة لهذا القرآن وما فيه من الأسرار والأحكام ولذلك المفسرون تنوعت تفاسيرهم ومناهجهم فمنهم من اتجه إلى ما في القرآن من الفقه والأحكام الشرعية ومنهم من اتجه إلى ما في القرآن من البلاغة والفصاحة فاستخرج منه علوم البلاغة وعلوم الفصاحة ومنهم من اتجه إلى ما فيه من الأخبار الصادقة الصادقة أخبار الأولين والآخرين وتنوعت مناهجهم في التفسير وكلها تأخذ من هذا القرآن العظيم وألّفوا وأنّفوا فنّا خاصاً شمّونه أصول التفسير أو علوم القرآن أصول التفسير علوم القرآن هذه كتب مستقلة وغالباً ما تذكر ملخصاتها في مقدمات التفسير هذا من العناية لكتاب الله عز وجل وهي نتيجة التدبر لكلام الله والاهتمام به وهذا القرآن لا يشبع منه العلماء ولا تفنى عجائبه وما أخذ العلماء منه إلا القليل وإلا فهو يحتوي على العلوم العظيمة وكل يؤتيه الله من فهمه ما يشاء أما أن يحاط بمعاني هذا القرآن ومذلولاته فلا يمكن أن يحاط به لكن كل يقوم بالجانب الذي يستطيعه من هذا القرآن وبقي القرآن حجة الله جل وعلا على خلقه إلى أن تقوم الساعة ومن عجائب هذا القرآن أن الله تكفل بحفظه رغم ما له من الأعداء والمناوئين لم يستطيعوا أن يغيروا منه حرفا واحدا أو آية أو سورة لم يستطيعوا هذا على ممر الأجيال وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله هو الذي تكفل بحفظه لأنه الكتاب الباقي الكتاب الحجة على الخلق الكتب السابقة وكل الله حفظها إلى العلماء فحرفوها وغيروها وبدلوها كما في التوراة والإنجيل فالله سبحانه وتعالى وكل حفظه إليهم لكنهم لم يحفظوه قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء استحفظوا لم يحفظوا غيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا على حسب أهوائهم أما هذا القرآن فإنه محفوظ بحفظ الله غض قري كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيبقى لأن الله تكفل بحفظه وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده من رحمته بهم ومن أجل إقامة الحجة المستمرة على الكفار لألا يقول ما جاء أنا من بشير ما جاء أنا من كتاب ما جاء أنا هذا القرآن موجود ويطبع منه الكميات الكبيرة وتوزع في العالم هذا القرآن يسجل على الأشريطة وينشر هذا القرآن هذا القرآن يقرأ في الإذاعات وسائل الإعلام ويبلغ المشارق والمغارب فهذا من آيات الله عز وجل لهذا القرآن العظيم هذا القرآن لا يمل سماعه ولا قراءته مهما قرئ فإنك إذا سمعته مرة ثانية خصوصا إذا كان ذلك بتلاوة جيدة وبصوت حسن كأنك لم تسمعه من قبل يتجدد بإذن الله تتجدد اللذة به لا يمل أبدا ومهما تدبرته فلن تصل إلى نهاية ما فيه من العلوم ولهذا قال ولا تشبعوا منه العلماء فهو كتاب الله العظيم الذي ما نزل على البشرية كتاب مثله وهو بين أيدينا وقد يسره الله عز وجل يسره الله للحفظ والتدبر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يحفظه الصغير والكبير يحفظه المتعلم والمبتدي كل من أراد حفظه فإنه ميسر ليس فيه صعوبة والحمد لله هذا القرآن من علومه المحكم والمتشابه الذي هو موضوع كلمتنا الآن المحكم والمتشابه فالقرآن أخبر الله أنه أنه كله محكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لد حكيم خبير فكله محكم وأخبر الله أنه كله متشابه أنه كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كله متشابه وأخبر أن منه محكم ومنه متشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذن ما معنى أن كله محكم وأن كله متشابه وأن بعضه محكم وبعضه متشابه أما أنه كله محكم بمعنى أنه متقن متقن في لفظه ومعنى لا أحد يدرك عليه خطأ أو نقص أبدا متقن تمام الإتقان وأما أنه كله متشابه معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والبلاغ يشبه بعضه بعضا كله كذلك ومعنى أن بعضه محكم بعضه متشابه فيراد بالمحكم هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر واضح معناه من لفظه واضح معناه من لفظه لكل من يقرأه ويحضر قلبه واضح فمثلا الصلاة الزكاة الحج صلة الأرحام البر بالوالدين إلى غير ذلك هذا واضح ما يحتاج أنك تسأل عنه من ناحية المعنى والظهور أما من ناحية التفصيل والأحكام الشرعية هذا شيء آخر لكن من ناحية المعنى الظاهر من حين تقرأ الآية تعرف معناها تعرف لفظ الكافر ولفظ المشرك ولفظ المنافق وتعرف لفظ المؤمن ولفظ المسلم تعرف هذا لا يحتاج أن تذهب إلى ما يفسره لك الربا الزنى الميسر المحرمات الميتة الخمر كلها واضحة واضحة تماما الوضوح هذا المحكم الذي يتضح معناه من لفظه ولا يحتاج إلى بحث والمتشابه من القرآن هو الذي لا يظهر معناه من لفظه بل لا بد أن ترجعه إلى ما يفسره ترجعه إلى ما يفسره من الأدلة الأخرى احتاج إلى غيره في ما يفسره ويوضحه هذا هو المتشابه فمثلا المجملات من الألفاظ ما تأخذ على إجمالها لا بد يأتي ما يفسره مثلا العام من النصوص لا بد أن يأتي ما يخصصه كذلك الناسخ والمنسوخ هناك ناسخ ومنسوخ هناك آيات بقي لفظها يتلى لكن حكمها منسوخ لابد تعرف الناسخ ماه ولا تأخذها على ظاهرها لا تعمل بالمنسوخ المنتهي العمل به فالمتشابه يحتاج يحتاج إلى أن ترده إلى المحكم من النصوص من الآيات والأحاديث التي توضحه تبين مجملة تخصص مطلقة تخصص عمومه ومطلقه تبين ناسخه ومنسوخه يابد من هذا هذا هو المتشابه موقف الناس من المحكم والمتشابه لهم موقفان مختلفان أهل الزيغ والضلال يأخذون المتشابه ويتركون المحكم يأخذون المتشابه من الألفاظ يأخذون العمومات يأخذون المطلقات يأخذون يأخذون المنسوخ ويقولون هذا هذا القرآن نحن نعمل بالقرآن فيضلون بهذا لأن الله أمر أن يرد المتشابه إلى المحكم لا يجوز أخذ المتشابه دون رده إلى النصوص المحكمة التي تبينه وتفسره أهل الضلال أخذوا بالمتشابه ولم يردوه إلى المحكم مثل الخوارج أخذوا نصوص الوعيد طبقوها على العصات من أهل من أهل السنة والجماعة من المسلمين وكفروا المسلمين بها كفروا المسلمين بها ولم يردوها إلى الآيات والأحاديث التي تبينها وتقيدها مثل قوله إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهم مثلا أخذوا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فقالوا والعاصي هذا خارج من الدين وهو مخلد في النار ولم يرجعوا إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء فظلوا بهذا الطريق وزاغوا ولهذا سماهم الله أهل الزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الانحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه يأخذون النصوص المتشابهة ويستدلون بها على مذهبهم مثل ما فعل الخوارج والمعتزلة والقدرية ومن سار على نهجهم فظلوا وأظلوا وزاغوا والعياذ بالله لأنهم لم يأخذوا العلم من مصادره يحتجون بالمتشابه من القرآن كما يقول الإمام أحمد رحمه الله يحتجون بالمتشابه من القرآن ويتركون المحكم الذي يقيده ويفسره ويوضحه فكل من سار على هذا فهو زائغ سواء قصد الزيغ هو والتلبيس على الناس أو أنه جاهل متعالم ما درس ما درس الوصول وصول التفسير ووصول الفقه والقواعد التي يسير عليها العلماء ما درسه يقرأ القرآن ويستدل به على طول ويقول عندي عندي أدلة من القرآن نقول هذه لا تكفي وحدها حتى تردها إلى ما يوضحها ويفسرها ويقيدها وهذا يحتاج إلى علم ما يكفي التعالم والحفظ ما يكفي هذا هؤلاء هم أهل الزيغ ابتغاء الفتنة يسلكون هذا المسلك ليش ابتغاء الفتنة لأجل أن يضل الناس والعياذ بالله ويقولون هذا القرآن يدل على كذا فيضلون الناس على غير علم باسم القرآن وهم ليسوا من أهل القرآن حقيقة قد يكونون هالعبادة وأهل ورع وأهل صوم وصلاة ولكنهم ليس عندهم علم ولا فقه فلم ينفعهم ورعهم وصيامهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم يصومون النهار ويقومون الليل حتى أثر هذا في في أعضائهم وفي وجوههم من شدة القيام والصيام ثم قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في أجر فإن في قتلهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم لماذا؟ لأنهم يظلون الناس المسألة ليست مسألة حماس وورع و لابد من العلم يا أخي لابد من العلم والفقه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يحتاج إلى تعلم إلى رجوع إلى أهل العلم تعلم من أهل العلم وأهل المعرفة تستقل بفهمك الخوارج إنما والمعتزلة إنما أوقعهم فيما وقعوا فيه أنهم اعتزلوا العلماء وصفوا العلماء بالمداهنين والمتساهلين ووصفوهم بأوصاف فاعتزلوهم وانحازوا لأنفسهم فحصل ما حصل منهم كله نتيجة لأنهم لم يردوا المتشابه إلى المحكم ولم يرجعوا في هذا إلى أهل العلم ولم يأخذوا العلم من أبوابه وأهله إنما أخذوه اعتباطا من فهمهم هم وهذا ليس خاصا بهم كل من سار على هذا المنهج فإنه يكون منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء تفسيره وهم لا يعرفون تفسيره تفسيره أن يردوه إلى المحكم وهم لا يعرفون هذا فهم يفسرونه بغير تفسيره ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه وقيل وابتغاء تأويله أنهم يريدون معرفة ما أخبر عنه الله ورسوله ورسوله مما يكون في الدار الآخرة من الجنة والنار والنعيم والعذاب والمآكل والمشارب وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل الله أخبرنا بها نؤمن بها ولكن حقيقتها لا يعلمها إلا الله ولا جاء وقتها هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يعني في الدنيا نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون فات الأوان لما شاهدوا التأويل وهو المآل والعاقبة التي تفسر هذه النصوص عند وقوعها لما شاهدوا هذا عرفوا أنهم مخطئون في تفسيرهم الأول لأنهم ما ساروا على الطريق الصحيح في هذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ثم قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم ما يكون في المستقبل من هذه الأمور التي أخبر الله عنها ما يعلم ما تأول إليه في المستقبل ولا يعلم حقائقها إلا الله جل وعلا لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله هذا إذا أريد بالتأويل ما تأول إليه هذه الأمور في الآخرة وكذلك الأسمى والصفات لله عز وجل حقائقها وكيفياتها لا يعلمها إلا الله أما معناها فوظاهر فهم اقتحموا اقتحموا هذا كله من غير أصول يمشون عليها ومن غير طريق صحيح واخترقوا كما يقول للناس اليوم اخترقوا القواعد واخترقوا الأصول وحصل منهم ما حصل هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم من المتعالمين وإن كانوا ليس مثلهم لكن الجهل هو الذي سبب لهم هذا وإلا قد لا يكون عندهم زيغ ولا يقصدون الزيغ لكن تعالموا وظنوا أنهم صاروا علما فاخترقوا هذه القواعد وهذه الأمور قالوا ما بلازم قواعد ولا بلازم أنه معنى كتاب الله نأخذ منه مباشرة من غير أن نرجع القواعد ونرجع إلى تفسير مجاهد وتفسير الشعبي وتفسير بن عباس أنه القرآن يخاطبنا ونحن نأخذ منه مباشرة هكذا يقولون ولا حاجة أن نرجع لأهل العلم ولا حنا علماء وحنا ندرك هذا هو طريق الضلال وطريق الزيغ ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا موقف الزائغين والعياب بالله أنهم يأخذون المتشابه ولا يردونه إلى المحكم يقطعونه يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ومما أمر الله به أن يوصل أن يردى المتشابه إلى المحكم مثل الذي يقول فويل للمصلين ويقول الله يتوعد المصلين ولا يجيب الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون وهو أخذ آية قطعها عن الآية التي بعدها التي تبينها يقول للمصلين يقول لنا أخذت بالآية الله توعد المصلين ولم يكمل الآية التي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ما تأخذ آية تترك ما يقيدها ما يفسرها القرآن يفسر بعضه بعضا يوضح بعضه بعضا قد تكون آية في أول القرآن تقيدها آية في آخر القرآن مثلا أو في وسط القرآن وهذا يحتاج إلى علم تاج إلى بصيرة تاج إلى جلوس إلى أهل العلم إلى الذين قال الله فيهم والراسخون في العلم هذا موقف الراسخين يعني الثابتين في العلم ما هو علمهم يتزعزع علمهم ثابت لأنه مبني على أصول ثابتة والراسخون في العلم ما موقفهم من المحكم والمتشابه يقولون آمنا به كل أي المحكم والمتشابه كل من عند ربنا فيردون المتشابه إلى المحكم لأنه كله من الله عز وجل كله كلام الله فسروا بعضه بعضا يوضحوا بعضه بعضا يقيدوا بعضه بعضا فيردون المتشابه إلى المحكم أي يردون المتشابه إلى المحكم نعم هذه طريقة الراسخين في العلم الذين أخذوا العلم من بابه أخذوا العلم من بابه ومن أصوله ولم يقتحموه من أعلاه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها كل شيء يؤتى من بابه فإذا اقتحمته من أعلاه فإنك لن تصل إلى الغاية التي تريدها لأنك ما جئت من الباب فالعلم له أبواب له مبادي له أصول له أهل يعلمونه تأخذه عنهم والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي بالقرآن كل من عند ربنا أي المحكم والمتشابه فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويبينه ويوضحه فيستفيدون ويفيدون غيرهم يهتدون ويهدون غيرهم بمعنى يدلونه إلى الصواب وإلى العلم الصحيح كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب العقول السليمة ثم دعوا ربهم أن يعيدهم من طريقة الزائغين الذين يأخذون المتشابه ويتركون المحكم ربنا لا تزغ قلوبنا يعني كما زاغت قلوب الذين أخذوا المتشابه وقطعوه من المحكم واستدلوا به استدلالا فاسدا فظلوا وأظلوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد يجمع الله هؤلاء الذين قالوا في كتابه بغير علم ويجمع الراسخين في العلم الذين قالوا فيه بعلم يجمعهم الله يوم القيامة فيجازي كلا بعمله ويحاسب كلا على ما صدر منه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه تذكر أنك سترجع إلى هذا اليوم فلا تتكلم بما لا تعلم لا تتكلم بغير علم لا تتسلق العلم من غير أبوابه لا تأخذ العلم من غير أهله لا تكتفي بالكتب تطالعها تزعم إنك ستر تعالي تحفظ ولا تفقه ما يكفر حظ لازم من الفقه والمعرفة فهذه طريقة ضالة وهي طريقة أهل الزيغ نسأل الله العافية فعلى شبابنا وفقهم الله عليهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجلسوا إلى أهل العلم ويستمعوا منهم ويأخذوا العلم عن أهله لا يأخذونه من أفهامهم ومن كتبهم ومن أشباههم من الذين لا يعلمون لو هدان الله لهديناكم سيقولون هذا يوم القيامة لو هدان الله لهديناكم فيا إخوان تنبهوا لهذا تنبهوا لهذا وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها هناك أسئلة كثيرة وسوف نذكر ما تيسر منها هذا سائل يقول نرجو من فضيلة الشيخ بيان فضيلة يوم الجمعة والدعا فيه نعم يوم الجمعة يوم فاضل هو أفضل الأيام أيام الأسبوع وهو عيد الأسبوع يجتمع فيه المسلمون في البلد في مسجد واحد إذا أمكن وإذا كثروا وشق عليهم يصلون في مساجد على حسب الحاجة صلون الجمعة في مساجد على حسب الحاجة ولا شك أن اجتماعهم يحرصون على الاجتماع مهما أمكن في مسجد واحد أو في مساجد قليلة لا يكثرون من المساجد لأن المقصود في هذا اليوم اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة لسماع الخطبة ذكر الله ولصلاة الجمعة فهو يوم عظيم فيه فضاء العظيمة كثيرة ذكر ابن القيم منها ما يزيد على أربعين فضيلة في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد منها أنه أنه يوم منها أنه يوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو الله يدعو الله يطلب من الله يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وتسمى ساعة الإجابة وهي في هذا اليوم وهي قليلة ساعة وقتها قليل لكن من صادفها وفقه الله للدعا فيها تقبل الله منه والله أخفاها في هذا اليوم فلا يدر هل هي في أوله أو في وسطه أو في آخره من أجل أن يجتهد المسلم بالدعا في كل اليوم لأنه كله يوم فاضل وهو يوم عظيم ويوم فيه فضل ولذلك ولذلك شرع الله فيه ما لم يشرعه في غيره من صلاة الجمعة والخطبة والاجتماع وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير له قال صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ثم بعد ذلك يحضر الإمام وتحصل الخطبة والملائكة تكتب القادمين على حسب تبكيرهم فإذا انتهت الساعة الخامسة وجاء الإمام الملائكة يحضرون يسمعون الخطبة ويمسكون عن الكتابة كتابة القادمين وما لهم من الفضل هذا سائل يقول فضيلة الشيخ الطالب المبتدئ بما تنصحونه بكتاب في علم التفسير والله كما ذكرنا ما هو بالمشكلة الكتب الكتب كثيرة ولله الحمد ومتيسرة لكن المشكلة وجود العالم الذي تقرأ عليه هذا الكتاب فإذا وفقت لعالم تقرأ عليه فالكتب متيسرة وعليك بكتب التفسير القديمة التفسير بن جرير تفسير بن كثير تفسير البغوي التفسير القديمة التي تعتني بالنصوص وتعتني بالتفسير الذي هو مدارج التفسير تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن بتفسير الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن بما تقتضيه اللغة التي نزل بها وهذا موجود في التفسير التي ذكرتها لكم نعم يقول هذا السائل ما المدة التي يجوز فيها غياب الزوج عن زوجته حددوها بأربعة أشهر مثل مدة الإيلة الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فأربعة أشهر يوقف بعدها ويقال له بطبي مطالبة زوجته قال له إما أن ترجع إن كان بعيدا وإن كان موليا تفيع عن يمينك تكفر عن يمينك وتطأ زوجتك لأنها حرمتها من العشرة وحرمتها من الذرية وحرمتها من المتعة فأكثر مدة أربعة أشهر أربعة أشهر للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر نعم لا تتحمل المرأة الصبر أكثر من أربعة أشهر نعم هل علم الإعجاز العلمي في القرآن علم محدث أم لا محدث العجاز العلمي ألا محدث وقصدهم العلمي ما هو بالعلم الشرعي قصدهم الصناعي والأفكار التي التي اعتمدوها من المخترعات ومن وهذا علم دنيوي ولا يفسر به القرآن وهذا يخطي ويصيب أيضا كيف يفسر القرآن بشيء عرضة للخطأ عرضة للخطأ وعرضة لعدم الصحة لأنها قوال ناس نعم هذا السائل يسأل ويقول يقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله ما الفرق بينه وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تأويل يختلف تأويل الذي هو بيان المعنى والتفسير هذا هو الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو التفسير هذا معنى والمعنى الثاني للتأويل ما يقول إليه الكلام في المستقبل والعواقب هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى مثل نعيم الجنة وعذاب النار ومثل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى حقائقها وكيفياتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلا تقيس استفات الله بصفات المخلوق وإن كان اللفظ واحد السمع المخلوق له سمع والله له سمع البصر الله له بصر والمخلوق له بصر الكلام المخلوق يتكلم والله يتكلم لكن هناك فارق بين المخلوق والخالق فصفات الله وأسماءه تليق به وصفات المخلوق تليق بالمخلوق ألا يمثل هذا بهذا نعم هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أن أقول أرجو منكم كذا أم أن الرجاء خاص بالله عز وجل لا ما هو بخاص الرجاء ما هو بخاص بالله عز وجل يجوز أن تقول لشخص أرجو أنك تقضي حاجتي أرجو أنك تعطيني كذا وكذا نعم الرجاء يختلف الرجاء بالله هذا عبادة أما الرجاء بالمخلوق فهذا من باب العادات نعم وكذلك قوله توكلت على الله ثم عليك لا ما تقول توكلت على الله ثم عليك المخلوق لا يتوكل عليه إنما التوكل على الله وحده لأن التوكل من أعظم أنواع العبادة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المؤمنون التوكل بهذا اللفظ لا يكون إلا لله أما المخلوق تقول وكلتك وكلتك تقضي حاجتي تأتيني بكذا وكذا وكالة ما هو بتوكل نعم هذا يقول ما معنى أن الفاتحة هي السبع المثاني وما معنى قوله تعالى مثاني تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم السبع المثاني يعني آياتها سبع إذا نضرت في سورة الفاتحة وجدت أن آياتها سبع آيات ومثاني يعني تكرر قراءتها في الصلاة في كل ركعة ومثاني يعني تكرر فيه العظات والوعد والوعيد وآيات الرحمة تكرر فيه حتى إن المسلم يرجو ربه ويخاف من عقاذه نعم ما المراد بهجر القرآن هجر القرآن ترك الهجر الترك الهجر قد يكون عدم تعلم القرآن لا يتعلمه ولا يعلمه قد يكون الهجر للتدبر لا يتدبره قد يكون الهجر للعمل به يهجر العمل به قد يكون الهجر لعدم الحكم بما أنزل الله يحكم بالقوانين الوضعية فالهجر كثير أنواع كثيرة ومعناه الذي يجمع معانيه والترك كيف نرد على الرافضة في قولهم أن القرآن الكريم ناقص نقول القرآن محفوظ نرد عليهم بأن هذا تكذيب لله عز وجل الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ حفظه الله من النقص ومن الزيادة فلا أحد ينقص منه ولا يزيد عليه فالذي يقول أنه ناقص هذا مكذب لله عز وجل في الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويذ دارسونه بينهم الحديث هل يدخل في هذا سماع المحاضرات وحفظ الدروس العلمية هذا سماع العلم حضور دروس العلم أما تدارس القرآن أما أنه حفظه والبحث في معانيه وتفسيره نعم هذا يقول لدي محل تجاري وأردت أن استخرج فيزا للمحل وطلب مني توظيف سعودي لأجل استخراج الفيزا فهل يجوز أن أوظف سعودي لأجل ذلك مع العلم بأني لست بحاجة لهذا الموظف تلتزم النظام تلتزم النظام الذي فرضته الدولة ولا تحيل على إسقاط النظام بالحيل لازم تنفذ يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومراد الدولة فيها هذا مصلحة الجميع أن تشغل السعوديين بدل ما يكون الأجانب هم الذين يأخذون مصالح البلاد والوطنيون متعطلون لا يجدون أعمالا أو لا يحركون أنفسهم ويريدون الراحة فالدولة وفقها الله تريد أن تشغل السعوديين وأن تكون المصلحة لهم نعم يقول كيف للأبي العدل في النفقة بين الأولاد وهل يضاعف للذكر عن الأنثى يقول كيف للأب العدل في النفقة بين الأولاد النفقة بين الأولاد بالعدل أن تعطي كل واحد ما يحتاجه تعطي الأنثى ما تحتاجه وتعطي الذكر ما يحتاجه من النفقة هذا هو العدل ما هو تسوي بينهم؟ لا كل واحد له حاجة يعني نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الرضيع الرضيع نفقته يسيرة لكن الكبير يبغى نفقة فتعطي كل واحد ما يحتاجه من كسوة ومسكن وما يحتاجه في مصالحه وأعماله نعم هذا يقول ما ردكم على القائل بسنية صلاة الجماعة وأنها تصح في البيت بدون عذر هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر هذا يلغي الحديث يلغي الحديث ويلغي قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا يعارض حديث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للمتخلفين عن الصلاة بالنفاق أفقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فالتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا من النفاق فالعياذ بالله ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق إذا يحب أن يصير مع المنافقين فليقول هذا وليفعل هذا هذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أرى كثيرا في نومي أنه يصيب نختناق وشلل كامل في الجسم فأستعيذ بالله وأقرأ آية الكرسي إلى أن أستيقظ فهذا الأمر يزعجني كثيرا ولم أدري ما علاجه علما بأنه أكثر ما يكون إذا نمت في النهار فأرجو توجيه العلاج جزاكم الله خيرا علاج بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنك عند النوم تقرأ آية الكرسي فإن من قرأها لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح تقرأ آية الكرسي تقرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وتأتي بتعوذات المشروعة عند النوم وسيبعد عنك الشيطان بإذن الله نعم صلاة الضحى هل لأكثرها حد وهل من السنة أن تصلي كل يوم نعم صلاة الضحى سنة مؤكدة أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات كل ركعتين بتسليم هذا أكثر صلاة الضحى ولو داوم عليها فلا بس وإن جعلها يوما بعد يوم فلا بس نعم يقول ما حكم التكلم باللغة الإنجليزية بغير الحاجة لا يجوز التكلم بها بغير الحاجة ما يجوز إنما يجوز هذا للحاجة فقط نعم هل القنوة على الظالم يكون شهرا لا يزيد أو مرتبطة برفع الظلم هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت ودعا على المشركين شهرا يدعو عليهم شهرا والله أعلم أنه بعد الشهر زال السبب فيدعو عليهم حتى يزول السبب ولو زاد عن الشهر نعم ما حكم من حفظ القرآن ونسيه هل هل يأثم ما يأثم لكنه خسر المؤثم ما يأثم لكنه خسر خسر حفظ القرآن نعم من لا يجوز القراءة في القرآن هل ينقص أجره معنى التجويد إن كان قصده تجويده من ناحية اللغة والنحو نعم ينقص أجره لازم يتعلم القراءة الصحيحة المستقيمة على لغة القرآن وأما إن كان قصده في التجويد قواعد التجويد التي هي المدود والغنى وما أشبه ذلك هذا مستحب ومكمل وليس لازم هذا ليس لازم إذا ضبطت القرآن من ناحية النحو واللغة التي نزل بها فهذا يكفي مع تحسين الصوت ما استطعت حسن الصوت بالقرآن وإذا تعلمت التجويد المصطلح عليه فهو زيادة خير نعم يقول ما هو الفرق بين القرآة العشر والقرآة السبع القرآة العشر زايدة على القرآة السبع يعني الأئمة أئمة القراءة المعروف سبعة المشهورون سبعة وهناك أئمة آخرون يبلغون العشر بل بعضهم يقول إلى خمسة عشر قراءة الله أعلم لكن المتفق عليه سبع نعم هل يصح قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أحياناً لا الوتر إذا فاتك في الليل تقضيه بعد ارتفاع الشمس ما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى دخول وقت الظهر كل هذا وقت لقضاء الوتر نعم هذا يقول يوجد بعض الأخوة همهم الحديث عن أخطاء أهل العلم وغيرهم إذا اجتمعوا يكون حديثهم قال فلان وفعل فلان وهذا أكثر حديثهم في مجالسهم بل أنشأ بعضهم مواقع إلكترونية همها الحديث عن أخطاء بعض أهل العلم والمفكرين والدعاة والوعاظ وغيرهم هل حديثهم من الغيبة؟ حديثهم غيبة ونميمة والعياذ بالله إذا أدركت على أحد خطأ وتأكدت منه بلغه إياه بلغه إياه بينك وبينه أما أنك تجلس في المجالس وتعدد أخطاء الناس يا أخي عدد أخطائك أنت لماذا تنظر إلى أخطاء الناس ولا تنظر إلى أخطائك أنت مالك أخطاء ولكن المسلم يعتني بنفسه وينصح إخوانه فيما بينه وبينهم أو يسكت وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت نعم هذا يقول المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الأخيرة وبعد الصلاة تبين أنها الخامسة حيث نبهه الجماعة هل تحتسب هذه الركعة له ركعة أم أنه لا يبني على هذه الركعة لا ما يبني على الزائدة الزائدة ليست صلاة لا يبني عليها يأتي بدلها بركعة نعم هل نصدق مفسر الأحلام ولو كان بعضهم غير ملتزم هل نصدق مفسر الأحلام ولو كان غير ملتزم الأحلام تختلف منها ما هو حلم صحيح ومنها ما هو أضغاة أحلام أو من الشيطان فالأحلام ليست كلها صحيحة هذا من ناحية الناحية الثانية ليس كل من يتعرض لتفسير الأحلام يكون أهلا لذلك وهم الآن كثير يفسرون الأحلام في وسائل الإعلام وشغلوا الناس في الفضائيات شغلوا الناس وروعوا الناس وهم لا يعرفون تفسير الأحلام تفسير الأحلام ليس بهذه الطريقة تشاع على الناس في الإذاعة في الفضائيات ليس مفسر الأحلام يحترف هذا ويجلس بتفسير الأحلام لكن إذا جاءه أحد من المسلمين وعرض عليه رؤية فسرها له بينه وبينه ولا ينشرها على الناس فهذا كله من التشويش والتهريج الذي يجب منعه نعم يقول ما حكم شراء السيارة بالإيجار المنتهي بالتمليك هذا لا يجوز هذا ممنوع صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء منذ عشر سنوات أو أكثر تحريما أنه لا يجوز نعم ما حكم السهو في الصلاة وكيف يتم معالجته السهو في الصلاة قد يكون إنه سواس لا يتركه ولا يلتفت إليه قد يكون واقعا يسه عن صلاته هذا إن كان بزيادة فإنه يسجد للسهو عليه السجود السهو وإن كان عن نقص فإنه يأتي بالنقص ويسجد للسهو وإن كان عن شك هل صلى أربعا أو ثلاثا فإنه يأتي بالرابعة يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بما شك فيه ليخرج من ذلك بيقين ثم يسجد للسهو نعم فسجود السهو يكون لزيادة أو لنقص أو لشك نعم يقول هذا السائل المغسلة داخل دورة المياه هل تكون التسمية هل يجوز لنا التسمية داخل دورة المياه عند المغسلة إذا قيل وهو قول الإمام أحمد أن التسمية في الوضو واجبة فتأتي بها ولو أنت في دورة المياه لأنك ما تترك واجب من أجل تجنب مكروه لأن ذكر الله في دورة المياه مكروه إذا أردت أن تتوضى تسمي ولا تترك الواجب أما قول الجمهور هو أن التسمية السنة تركها لا يؤثر تركها في دورة المياه والآن دورة المياه تختلف عما قبل فيما قبل كان الخارج والنجاسة والبول والغائط موجود في المكان أما الآن فالخارج يذهب مع الماء ولا يبقى له أثر ولا ريح ولا شيء فالأمر خفى عما كان قبل نعم كثير من الناس صار يقول في يوم الجمعة لأخي للبعض الآخر جمعه باركة هل يجوز ذلك؟ هذا ما ورد فنحن لا نحد الشيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله السلف أيضا نعم هل كبد الجمل ينقض الوضوء؟ من باب الجزم لا وأما أنه احتاط الاحتياط مطلوب أما لو لم يتوضى فلا نقول لو لم يتوضى من الكبد لا نقول أن وضوك النباطل وأن الكبد ناقض هذا فيه اختلاف بين العلماء لكن تجنب الاختلاف أحسن نعم إفراد يوم السبت والجمعة بصوم الجمعة لا يجوز لصحة النهي عن ذلك فلا يفرد يوم الجمعة بصوم أما السبت فلا مانع لم يصح النهي في إفراد يوم السبت ما صح نعم ضابط مشاهدة القنوات الفضائية الذي فيه لك فائدة علمية دينية ذهبس به فالحق ضالت المؤمن أين وجده أخذه والحكمة ضالت المؤمن أما ما فيه ضرر وفيه تشكيك وفيه ضيع وقت فتجنبه نعم هل يصح انكار المنكر بقوة وعنف خاصة مع المعاند هذا لولي الأمر انكار المنكر بالقوة هذا لولي الأمر ولي من ولاه ولي الأمر من رجال الحسبة وأما من ليس له حسبة ولا سلطة هذا ينكر بلسانه يعني يدعو إلى الله ويبين للناس إن هذا حرام إن هذا منكر بالحكمة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وإذا كان ما يستطيع هالا ولا هالا فإنه ينكره بقلبه ويعتزله ويعتزل أهله ولا يجلس معهم ولا يذهب إلى الأماكن التي فيها منكرات وهو لا يقدر على إنكارها نعم هل لابد من إزالة المناكير من أضافر المرأة عند الوضوء؟ نعم المناكير تتجمد تحجب الماء فلا تستعملها المرأة وإذا استعملتها يجب عليها إزالتها قبل الوضوء نعم هل تصح توبة المرتد فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ فيما بينه وبين الله لا نتدخل لكن لا يسقط عنه الحد إذا ثبت عليه لازم ينفل لا يسقط عنه نعم متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام إذا كان عن نقص يكون قبل السلام نعم ما حكم مس المصحف من غير طهارة؟ مسه مباشرة حرام لا يجوز قال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وفي رواية لا يمس المصحف إلا طاهر أما إذا مسه من وراء حايل أو من غير مباشرة أو حمله بكيس لا مانع من ذلك نعم ما ذنب من يتساهل في ترك إخراج الزكاة؟ توخذ منه إذا أبى أن يخرجها بخلا توخذ منه قهرا ولو أدى هذا إلى قتاله إذا كان يحتاج إلى قتال كما قاتل الصحابة مانع الزكاة أما إذا أنكرها وقال ما ما فيه زكاة واجبة الإنسان بهواء فهذا مرتد عن دين الإسلام يعني مكذب لله ولرسوله وللإجماع المسلمين أمن أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد ومن أقر به لكن منعها بخلا فهذا يلزم بإخراجها ولو بالقوة نعم ما هي الأوقات الفضيلة التي يصلى فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي التشهد الأخير في الصلاة وفي الخطب والمحاضرات التي تبتتى بحمد الله والشهادتين والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا سمعته في الأذان أو في الخطبة فيما بينك وبين نفسك عند ذكره صلى الله عليه وسلم تصلي عليه نعم في يوم الجمعة وليلة الجمعة يكثر من الصلاة والسلام عليه كما أمر بذلك في كتاب في هذا الموضوع لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لو تشتريه الطالع فيه تعرف هذه الأمور نعم هل يجوز تسمية الجمعة بجمعة كذا وكذا كما يحصل في هذا الزمان في هذه الدولة كره الجمعة على الناس خلوها وقت للشورات والمظاهرات والفوضى فكره الجمعة صار والناس الآن يخافون من يوم الجمعة وهذا من الأعداء هذا إيحى من الأعداء يوم الجمعة يوم هدوء ويوم سكينة ويوم عبادة واجتماع للمسلمين كيف انفرق المسلمين وهو يوم الجمعة يجمع المسلمين وجمع كلمة المسلمين نعم يقول كيف نربي الأولاد على تعظيم الله عز وجل واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم تعليمهم العقيدة تعليمهم العقيدة الصحيحة تدريسهم إياها تحفيظهم إياها تفكيمهم إياها نعم هناك من يقول لا تحتاج المرأة لمحرم في سفرها وهو من العوام يعني يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعهد محرم فليقول هذا ما يشاء لأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم نعم ما حكم لعن الصغار فيما بينهم نعم تلاعن الصغار يلعم بعضهم بعضا فيما بينهم هذا من سوء التربية يربيهم أولادهم والدوهم يربيهم والدوهم ويأدبونهم على هذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار ونحن صغار يضربونهم فيجب أنه يربى الطفل على تعظيم الله وتعظيم الرسول وتعظيم إخوانه المسلمين على البعد عن اللعن والشتم والكلام الخبيث نعم كيف نرد على بعض الفرق القائلة بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم قاموا بترتيب القرآن اجتهادا منهم وأخطأوا فيه قاموا إيش؟ بترتيب القرآن اجتهادا منهم وأخطأوا فيه الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضو عنه ومما قام به المهاجرون والأنصار ترتيب المصحف ترتيب السور فيجب أن نتبعهم في ذلك ولا نشكك في أمرهم ولا نعترض عليهم فهذا من المطاعن التي يدسها علينا الشيعة وأذنابهم ليكرهوا إلينا عمل الصحابة نعم ما حكم تحديد يوم الجمعة بزيارة الأقارب؟ لا أصل لتحديد يوم الجمعة ولا غيره أي يوم يتيسر لك تزور أقاربك من غير تحديد ما ورد بتحديد الجمعة دليل نعم ختم الدعاء بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب الإجابة دعاء معلق بين السماء ورد حتى تصلي على نبيك كما في الحديث من أسباب الإجابة نعم ما القول في الاختلاط؟ وهل هناك جائز وممنوع؟ ما أحد يشك في تحريم الاختلاط هذا مجمع عليه عند المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء اللبراليون والمستغربون الذين يريدون أن يغربوا المرأة عن مجتمع المسلمين يجبوا لها سمت الغرب وما عليه الغرب الكافر فلا يلتفت إلى مثل هذا والحجاب ثابت والاختلاط محرم ولا يجوز هذا نعم يقول هل المظاهرات ضد الحكام الكافرين؟ لا تجوز المظاهرات لأنها تحت السفك الدماء وتخريب الديار وتخريب الأموال وليس الوصول إلى الحق بالمظاهرات إنما هو بالطرق الشرعية مع الإمكان إذا أمكن الوصول إليها بالطرق الشرعية وإلا فإن المسلمين يصبرون إلى أن يسر الله لهم الفرج نعم هذا يقول ما سبب منع نزول المطر من السماء؟ سببه الذنوب والمعاصي سببه الذنوب والمعاصي فعلينا جميعنا نتوب إلى الله ولهذا يشرع صلاة الاستسقى والاستغفار لأنه ما منع إلا بسبب ذنوبنا نعم يقول هذا السائل يقول أني يعاني معاناة شديدة من السحر وأشعر بتقطيع في وجهي وألام مبرحة في كل جسدي عندما أقرأ سورة البقرة أو أذكر الله وقوم للصلاة السحر ينتشر في وجهي وأنا أعاني فإن هذا السحر يطاردني في عملي وكلما أردت أن أصلي أو أقرأ القرآن وكأن حربا من الجن تعذبني فما الحل بارك الله فيكم هذا ما هو بسحر هذا من الشيطان ومن الجن فعليك الكثار من ذكر الله عز وجل انتلاوة القرآن والتعوذات الشرعية التي تحصنك من الشياطين شياطين الإنس والجن نعم هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولم يستثني شيئا وكل البدعة ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنت غلطان ما هو بكل بدعة ضلالة هناك بدعة حسنة خفية على الرسول صلى الله عليه وسلم أقبح هذا القول نعم ما ضابط الفرح في الأعراس المباح فرح المباح في الوليمة لا بس أن النساء تجتمع فيما بينها وتغني بأصواتها المعتادة يضربنا الدوف لأجل إعلان النكاح وإظهار النكاح نعم كم عدد ركعات صلاة الليل لا حد لها لا حد لها تصلي ما تيسر لك تختم بالوتر نعم ترجمة نانسي قنقر